وصل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية بارك بيونج سوك إلى بيجين بعد ظهر يوم الخميس لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبياد الشتوية والأنشطة ذات الصلة وكان بارك قد ترأس وفد بلاده لزيارة الصين عدة مرات من قبل وفي عام 2017 مثل حكومة كوريا الجنوبية لزيارة الصين والمشاركة في منتدى قمة الحزام والطريق واستقبله الرئيس الصيني شي جينبين ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الجنوبية وبصفتها الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبياد الشتوية الأخيرة دعمت كوريا الجنوبية الصين بنشاط دائما لاستضافة دورة الألعاب الأولمبياد الشتوية في بيجين بنجاح